نفذت مدرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات لقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد وذلك على مدار يومين جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس السيسي للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية حيث تم الكشف على 2500 مواطن شاملت القافلة الطبية عيادات متنقلة في 12 تخصص طبية إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائيا مجانيا كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحي للتوعية باهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفايروس كورونا أكد مدير عام مستشفى دراو المركزي بأسوان طارق ثروة أن المستشفى يستقبل عشرات الحالات المحولة من القوافل العلاجية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة شهريا وقال ثروة أن العمليات الجراحية وعمل الأشعة المطلوبة وصرف العلاج والمتابعة حتى شفاء التام للمرضى يتم بالمجان طبعا نحن هنا بنستقبل الحالات اللي بتبقى جايالنا من القوافل العلاجية تابعة المبادرة بتاعت الرئيس حياة كريمة خدمات بتوصل من القوافل العلاجية للقرى والنجوع اللي صعب الوصول لها أو ما فيهاش أماكن خدمة صحية مركزية كمستشفيات أو عمليات بيتم تحويل المرضى منيهم للمستشفى بنهم احنا طبعا بنلازم سواء فيه ناس بيتم عمل قرارات نفق الدولة بالنسبة لهم يتعايقوا على نفقة الدولة سواء ضغطة أو سكر فيه ناس بيتعمل لها عمليات جراحية العمليات الكبرى بنتعاون مع مستشفى الجامعة مثلا في التحويل ليهم وبنقدم الخدمات على قد ما نقدر لأهالي البلد والأماكن الصعبة الوصول ليها ترجمة نانسي قنقر